لها سؤال قبل هذا بتقول عني سفرة قيمة جدا جدا وأريد بيعها والاستفادة منها المشتينة فيها تمثيل فيها تمثيل فأنا أرسلت لي صورة بهذه السفرة وعليها تمثيل في جوانبها وكذا وأريد إخرجها وبيعها والاستفادة من ثمنها أنا في ضائق مدية كبرى بسبب مشاكل الأسرية المستمرة في المحاكم والتي لم تنتهي حتى الآن أقول لها الأصل عدم اتخاذ ما اجتمل على التماثيل سواء أكان ذلك للزينة أو لمجرد القنية وعلى هذا السواد الأعظم من جماهير أهل العلم ففي حديث أبي الهياج الأسد يقول قال لي علي بن أبي طالب أنا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تبع تمثالا إلا تمصته في رأي إلا كسرت ولا قبرا مشرفا إلا سويت ولا صورة إلا تمصته فصلاعة التمثيل ليست حضارة إسلامية ولا تراث إسلامي ولا فقه إسلامي ولا شريعة إسلامية تمثيل التي تنصل بالزعماء في الميدين العامة هذا امتداد لثقافة كسرة وهرقل ليست امتداد لثقافة أبي بطل وعمر وعثمان وعلي والراشدين المهديين على مدار القرون فأي ليست ثقافة إسلامية ولا حضارة إسلامية ولا نفس إسلامي بعض أهل العلم قال إن المحرم المقطوع بتحريمه من ذلك ما اتخذ للعبادة على النحو الذي كان يفعله عباد الأصنام في الجاهلية الأولى وأن التشديد في إطلاق النهي إنما كان في البداية لتستقر عقائد التوحيد في مجتمع كان لا يزال قريب عهد بجاهلية ووثنية وظواهر النصوص تضعف هذا القول لكن أقولك يا أمة الله بين القوسين من وقع في ضرورة قلد من أجاز شفت القاعدة من وقع في ضرورة قلد من أجاز فإن كنت في حق إن كنت حقا في حاجها ماسة لقيمة هذه السفرة فأرجو أن يكون لك في بيعها رخصة لا سيما مع صغر النقوش وامتهانها مش حياة معلقة في الحائط ومعظمة كصور الزعماء ولا لا سيما مع صغر هذه النقوش وامتهانها والله تعالى أعلى وأعلم تسؤال الأول موسيقى